دلوقتي مشاهدين معد موجز لهم الأخبار مع هالة شكرا شازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم اتفقت مصر وقطر على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين خاصة اللاجئين من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم واتفقت الزعيمان خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ حمد بن تميم آل ثاني أمير دولة قطر على أن تتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة وشدد الزعيمان خلال الاتصال على أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية أعلن الجيش السوداني إحباط الفرقة الخامسة مشاه هجوما شنته قوات الدعم السريع في كردفان ونشرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية مقطع فيديو يظهر تحقيق انتصار على قوات الدعم السريع وأشارت إلى أن قواتها دمرت خمس عربات تابعة لقوات الدعم السريع واستولت على خمس عربات بكامل عتادها يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم على مشروع القانون الذي أقره الكونغرس أمس لرفع صقف الدين الأمريكي والحد من الإنفاق ليصبح قانونا وقال بايدن أن الاتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يحمي قوانين تطوير البنية التحتية مؤكدا أنه لم يوافق على أي اقتطاع في الرعاية الصحية وبعد مفاوضات شقة أقر مجلسه الشيوخ والنواب مشروع قانون يتيح رفع صقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة واثقة من أن أوكرانيا مستعدة لهجومها المضاد ولديها إمدادات كافية من أنظمة الدفاع الجوي والدروع والذخيرة وقال منصق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين مستعدون خلال الفترة المتبقية من هذا العام لتزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة إضافية رافضا في الوقت نفسه التكهن بموعد بدء الهجوم الأوكراني المضاد يؤدي الرئيس التركي ريجيب طايب إردوان اليوم اليمين الدستورية لفترة ثالثة بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية هذا وسيعلن أردوان تشكيل حكومته الجديدة عقب تأدية اليمين وفاز أردوان بنسبة 52.14% في مقابل منافسه كليتشدار أوغلو بنسبة 47.86% وكان أعضاء مجلس النواب التركي الجديد أدو اليمين الدستورية أمس قال مسؤولون حكوميون في ولاية أورشا بشرق الهند إن حصيلة ضحايا تصادم قطارين ارتفعت إلى ما لا يقل عن 288 قتيلا وإصابة 900 آخرون بعد استضام قطاري ركاب في الولاية الواقعة بشرق الهند في أكثر حوادث السكك الحديدية الدموية بالهند منذ أكثر من عشر سنوات وأوضح المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أورشا أن العدد آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطيرة فازت مصر ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية تابعة لوزارة الطيران المدني بمقعد بالمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمدة أربعة أعوام من عام 2023 وحتى عام 2027 وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بالدورة التاسعة عشر للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية في جنف وأكد وزير الطيران المدني الفريق محمد عبدالس حلمي أن هذا الإنجاز الدولي الجديد يضاف إلى الإنجازات التي تحققها الدولة في ضوء جهود الدولة المستمرة لدعم قطاع الطيران المدني في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة مشيرا إلى أن فوز مصر بهذا المقعد يأتي عقب الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الفترة الماضية من خلال التعاون المثمر والتنسيق المستمر مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية خاصة خلال مؤتمر كوب 27 ورياضيا توجى علي فرق لاعب وادي ديجلا ببطولة الجونة الدولية للسكواش لعام 2023 للمرة الثانية في تاريخه وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على لاعب النادي الأهلي مصطفى عسل كما توجت بطلة السكواش المصرية نوران جوهر لعبت فريق وادي ديجلا بلقب بطولة الجونة الدولية للسكواش وفازت نوران جوهر المصنفة الثانية على العالم باللقب بعد تغلبها على اللعبة البلجيكية نالي جاليس المصنفة الثامنة عالميا في المباراة النهائية التي جمعتهما بنتيجة 3-0 انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل